اتهمت ألمانيا روسيا بأنها باتت عملاً متزيداً لنعدام الأمن في سوق الطاقة بأوروبا بعد سناف تضفق الغاز عبر خط أنبيب نورستريم بمستوى إمدادات ضعيف أكد وزير الاقصاد الألمانية روبرت هابك أنه لم يكن هناك ما يمنع تقنياً خط نورستريم من العودة إلى العمل بكاملة تقته بعد عمل السيانة حذر من أن عام 2023 سيكون صعب البلاده بسبب النقص المتوقع في الغاز ترجمة نانسي قنقر